اشتركوا في القناة ألا وهو رمز الحماية أو أندس دوب خوتيكسيون لا شك أعزائي المشاهدين عند شرائكم لبعض الأجهزة الكهربائية مثل المصابيح الخارجية أو الأجهزة الخاصة بالحمام أو التي يمكن غطصها في الماء إلى غير ذلك من الأجهزة المعرضة لتأثيرات الغبار والماء لاحظتم أن هناك كتاب من قبيل إي بي إتنان وعشرون إي بي أربعة وخمسون إي بي سبعة وستون والتي تشير إلى معيار السلامة الكهربائية أندس دوب خوتيكسيون أو رمز الحماية والسؤال المطروح هو ما هي دلالة هذه الحروف والأرقام في رمز الحماية وإلى ماذا تشير يتكون رمز الحماية من أربعة رموز هي حرفين هما إي وبي ورقمين إكس وإكس يتغيران حسب كل جهاز والمحيط المراد استعمال هذا الجهاز فيه بحيث حرف إي هو اختصار لكلمة أندس أو مؤشر وحرف بي هو اختصار لكلمة بخوتيكسيون أو حماية أما حرف إيكس الأول فهو رقم يشير إلى مدى مقاومة الجهاز للأجسام الصلبة والحرف إيكس الثاني فهو رقم يشير إلى مدى مقاومة الجهاز للماء ماذا تعني الأرقام إيكس وإيكس وإلى ماذا تشير الرقم إيكس الأول يشير إلى مدى مقاومة الجهاز للمواد الصلبة ويبدأ من صفر حتى ثتة اشتركوا في القناة الرقم إيكس الثاني يشير إلى مدى مقاومة الجهاز للماء وهو يبدأ من صفر حتى تمانع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذا أخذنا مثال هذا الجهاز نلاحظ في معلوماته التقنية أن رمز الحماية الخاص به هو IP54 لدينا الرقم الأول هو خمسة أي أن هذا الجهاز محميد ضد الغبار والرقم الثاني هو أربعة أي أن الجهاز قادر على تحمل الرش بالماء من جميع الاتجاهات كالأمطار مثلا إذا هذا الجهاز يمكن أن يركب بالخارج لأنه يتحمل الغبار والأمطار أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم وللتشجيع والدعم أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته